الحاجة المبهجة الناحية التانية الحقيقة في الحملة الاعلامية والاعلانية اللي رفقت الرئيس المرادي بالدعوة للاستثمار في مصر يعني انتم كنتوا شايفين في الفيديو دوقتي فيه بنتين كده معديين لابسين ملابس فرعونية ده جزء من خط التسويق كبيرة جدا لمصر والاستثمار في مصر في الولايات المتحدة الامريكية هتلاقوا مسيرات كتيرة جدا ماشية في الشوارع زي دي الحقيقة دي برعاية رجال اعمال مصريين يعني الحقيقة يعني على رأسهم على الاطلاق رجل اعمال احمد ابو هشيما رئيس مجلس ادارة احد اكبر شركات الحديد في مصر الحملة دي كلها معمولة من خلال احمد ابو هشيما وهو عامل فرق مشي في الشوارع يعني انتوا شايفينه دي فرق في الشوارع كتيرة جدا محيطة بالمبنى لامم المتحدة زائد انه عامل اعلانات في اهم الاماكن في نيويورك يعني دي مثلا بعض المباني في تايم سكوير ده تقريبا مبنى الناس داك طيب انت ليه جايب صورة صغيرة كده في صور اكبر من كده هنا حطين استطلاعات رأي مثلا عن حجم الاستثمارات اللي موجودة في مصر الشاشات الحمرة اللي قدامك دي عن لأ مش دي اللي كان قبلها حبيبي اه دي الشاشات الحمرة دي شوفوا يعني ده بحجم شاشات عملاقة في تايم سكوير حوالين الاستثمار في مصر بيجيب قد ايه العائد الناتج القومي اهمت الاستثمار وتحتها الفيديو اللي شغل تحتها ده فيديو عن الاكشافات البترول الجديدة الطرق الجديدة اللي بتتعامل الاماكن السياحية اللي موجودة في مصر طبعا قناة سويس الجديدة ثم الرئيس سيسي وهو بيقول كلمات التي تدعو المستثمرين للاستثمار في مصر هذه الاعلانات منتشرة في عدد كبير جدا من شوارع نيويورك عملها احمد ابوهشيما زائد الحقيقة انا مصر على ان انا احيي تحية خاصة على اللي بيعملوا ده لانه دي حاجة مفيدة جدا الجهد اللي معمول في الشوارع حاتلي تاني اللي لابسين لبس فرعوني دول كل ده في شوارع مختلفة من نيويورك في فيديو تاني برضو شفتوا انا لناس حتى صور كده ماسكين صور يعني طبعين 40 بوستر كبير عن مصر بوستر مثلا لقناة السويس اهي اللي بيتفرجوا عليها في الشوارع دي وبيوزعوا البوسترات دي على المواطنين الامريكيين زائد الصحفيين الاجانب اللي بيروحوا يغطوا الامم المتحدة يعني انت هتسألني هتقولي اهمية تيورك دلوقتي ايه اهمية تيورك سيادتك انه فيها من 195 دولة في العالم اه رايحين بشر صحفيين من كل بلاد العالم رايحين يغطوا اه الجمعية العامة ده مثلا في تايم سكوير بيتصوروا مع الناس من اه ده 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 في بيتان تايم سكوير ويلابسين لبس فرعون دي فرق امريكية بالمناسبة يعني فرق عيشة في امريكا وهي عاملة الجوالات دي في الولايات المتحدة هي صور جميلة جدا يعني منهات تقريبا اه 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 حصلها غزوة غزو بيه صور اه مصر والمصريين والدعوة للإستثمار بهذا الشكل اللي انتو شايفينه تقريبا كل الصحافة دي مثلا نوع من الصور اللي بتتوزع هناك صور ليست عن السيسي ليست عن السياسة ليست عن اه اه الاوضاع السياسية لكن صور هي لمصر وعن مصر ودي اهمية الحملة دي انها صور ده في المترو بصوا يعني نازلين في المترو بالصور طبعا جهد كبير جدا بشكر احمد ابوهشيم الحقيقة عليه وبشكر اي حد ساهم فيه اه وبشكر كمان كل اللي اشتغلوا عليه من الناس اللي سهرت وتعبت قبلها تخطط وتطلع الرسائل دي وتطبع الصور وتنقل الصور وتمشي كل الفرق دول ده هم وقفين هذه الصورة اللي قبلها دول قدام مبنى نيورج تايمز يعني راحين للصحفيين بوزعوا عليهم الصور علشان تغيير هذه الصورة الزهنية عن مصر مصر ليست هؤلاء القتلة الذين كانوا يحكمون هذا البلد ليست هذا الارهاب ليست داعش لكن مصر هي الوجه الجميل هي التاريخ هي الحضارة هي الاستثمار هي الفرصة هي الاستقرار هي وحدة هذا الشعب بكامل ارادته وراء فورته وراء الاهداف اللي هو ماشي عليه الحقيقة جميل جدا دي برضو صورة من المباني يعني شوفوا الاعلان حج مؤدئية أنا عايزكم تتصوروا قناة السويسي الجديدة منطقة التنمية وصورة للرئيس السيسي هو بيخطب حوالين القضايا الاقتصادية ده في تايم سكيرب حجم هاي الحقيقة يعني اقوى الاعلانات بتتحط في المنطقة دي وبيزورها طبعا كل زوار الولايات المتحدة بيزوروا ده وهنا استثمر في مصر باللغة الانجليزية وعلم مصر كبير هذه دعاية لهذا البلد ولمستقبلها شكرا جزيلا مشهد تشوفوا السفينة وهي فوق قناة السويسي جديدة وتحت صورة السفينة وهي تعبر قناة السويس ودي طبعا صور يعني دي عشان صورة سابتة لكن هي الصورة دي بالفيديو والمركب ده بيتحرك جهد كبير جدا بيبزلوا المصريين في كل مكان لا لا يريدون شيئا الا وجه هذا البلد واستقرار هذا البلد الذي نجاه الله من كل المصائر العفنة اللي موجودة حوالينا وربنا يكرمنا الربط شكرا لهذا الجهد الكبير شكرا لكل الناس اللي موجودين في نيورك يغطوا ومستحملين هذا الأزل عفن التافه الحقيقة من الثلاثين واحد اللي هناك اللي بيعودوا يطردوا الإعلاميين وبيشويهوا الصورة بس عاديين يصرفوا نظرنا عن جهد حقيقي بيتعمل في الأمم المتحدة لعضوية مصر في مجلس الأمن جهد حقيقي بيتعمل عشان جذب الاستثمار والمستثمرين أما الزبدوا فيذهبوا جفاءا وأما ما ينفعوا ناس فأمكثوا في الأرض اللهم أجعلنا دائما ننحاز لكل ما ينفعوا ناس أمين عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الخالد الباقي في القلوب صاحب الرسالة اللي لسه عشقه ومحبته في كل قلوب المصرين حتى الآن جمال عبد الناصر بعد الفصل اشتركوا في القناة